موسيقى تمهيدا للانطلاق الفعلي للحوار الوطني مجلس امناء الحوار يستعرض اليوم اجندة محاوره الثلاثة لتحديد اولوية المناقشات الحكومة تنفي شائعة اصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية وكييف تعلن اعادة ربط المحطات النووية واستعادة امدادات الكهرباء وموسكو تؤكد ان هجماتها تستهدف البنية التحتية العسكرية الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيج نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم يعقد مجلس امناء الحوار الوطني اليوم اجتماعا لاستعراض اجندة محاور الحوار الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال جلسات سابقة انتهى مجلس امناء الحوار الوطني من تحديد ملامح قضايا المحور السياسية وبعض من قضايا المحور الاقتصادية وذلك تمهيدا للانطلاق الفعلي للحوار الوطني وللمزيد بشأن جلسات الحوار الوطني معنا من مقر الاكاديمية الوطنية للتدريب مراسلات التلفزيون المصري جرمين ابراهيم جرمين هل لك ان تطلعين على ابرز ما يدور من كواليس الاجتماع هل بدأ الاجتماع ام على وشك ان يبدأ نعم رهين بعد التحية بالفعل نتواجد معكم من مقر الاكاديمية الوطنية للتدريب لمتابعة فعليات الاجتماع الرابع عشر من الحوار الوطني هذا الاجتماع الذي يعقد بحضور اعضاء مجلس امناء الحوار الوطني لمناقشة المحور المجتمعية بعد ما تم الانتهاء خلال الجلسات السابقة من مناقشة اهم ملفات المحور الاقتصادي والمحور السياسي بالفعل الاجتماع بدأ منذ ساعتين تقريبا او اقل من ساعتين لمناقشة اهم الملفات والقضايا التي سيتم تحديدها في المحور المجتمعي لانه بنشير انه يعني خلال اجتماعات على مدار الاسابيع السابقة اتفق مجلس امناء الحوار الوطني على تحديد ثلاثة محاور رئيسية للحوار وهي المحاور الاقتصادي والمحور المجتمعي والمحور السياسي وايضا تم الاتفاق على انشاء تسع عشرة لجنة فرعية منبثقة عن كل هذه المحاور بيتم كما ذكرت في الاجتماع الذي بدأ منذ اقل من ساعتين ونقشة وتحديد اهم الملفات التي ستكون في المحور المجتمعي لان ذلك سيساهم في ان تصدر يعني توصيات مع انتهاء الحوار الوطني ليتم توجيه كل هذه التوصيات لرئيس الجمهورية ليتم ايضا تحويلها في شكل قوانين او قرارات تخدم المجتمع مازال الاجتماع والخاص بالمحور الاجتماعي منعقد حتى الان ولكن استطيع ان نتحدث عن ابرز الملفات التي ستكون على اولويات الاجتماعات القادمة مع بداية الحوار الوطنية فنحن تحدث عن ملفات التعليم والصحة والسكان والزيادة السكانية ايضا خلال الاجتماعات السابقة التي تم تحديد فيها الملفات التي ستكون في الحوار الاقتصادي وايضا المحور السياسي ففي المحور الاقتصادي ستكون هناك ملفات تتعلق بالتدخم وغلاء الأسعار والزراعة والصناعة أما المحور السياسي فسيتناول عدد من القضايا والملفات التي تتعلق بالمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة يعني خلال الجلسات القادمة والتي ستأتي بعد جلسة اليوم من المنتظر أن يتم اختيار أسماء المشاركين في الجلسات الفعلية للحوار الوطنية هذه الجلسات التي ستعقد على التوازي وليس التوالي بحد أدنى ثلاثة أيام في الأسبوع بحيث سيتم تخصيص يوم المحور السياسي ويلي يوم في المحور الاقتصادي ويوم آخر للمحور الاجتماعي بواقع حتى خمس جلسات في اليوم الواحد ويعني في انتظار أن يتم تحديد الموعد الفعلي لبداية الحوار الوطنية ولكن كما أكد لنا أعضاء مجلس أمانية الحوار الوطنية أنه سيكون في وقت قريب ستبدأ الجلسات الفعلية بعد الانتهاء من كل الجلسات الإجرائية التي تتم من أجل تسهيل البداية الفعلية للحوار الوطنية أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو أشكرك شكرا جزيلا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري كنت معنا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية شاركت دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بفعاليات القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط تحت ثلاثين عاما لريادة الأعمال وذلك لأول مرة بمدينة الجنة بمحافظة البحر الأحمر ووقعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر ومنتدى شباب العالم بروتوكول تعاون مع شركة فوربس بهدف أن تصبح فوربس من شركاء المنتدى والأكاديمية في الشق الإعلامي وذلك من خلال إجراء تغطية إعلامية شاملة للمنتدى وأنشطة الأكاديمية على منصاتها المختلفة ويهدف بروتوكول التعاون لإتاحة عدد من البرامج التدريبية اللازمة والمشاركة والتنسيق في حضور الفعاليات والمؤتمرات بشكل تبادلي بين الطرفين والتنسيق لإجراء ورش عمل وتدريبات وجلسات على هامش المنتدى وخلال كلمتها في القمة أكدت الدكتورة راشا راغب أن منتدى شباب العالم يهدف إلى مشاركة الشباب لتجاربهم وتحدياتهم وأحلامهم المشتركة مع شباب آخرين في جميع أنحاء العالم كما أشهدت راغب بدور حياة كريمة في تغيير مفهوم التبرعات في صورتها المادية إلى دعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا في الحصول على وظائف ومصادر كريمة للدخل نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت هذه الأنباء مشددة على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بواقع خمسة أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفا شهريا وذلك بسعر خمسة قروش للرغيف دون أي انتقاص وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 632 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 345 طن من المواد الغذائية كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط قرابة 53 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وضبطت أكثر من 269 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فضلا عن ضبط قرابة 24 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية إلى جانب ضبط 923 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 216 قضية خبز ناقص الوزن و172 قضية خبز غير مطابق للمواصفات تنطلق اليوم فعاليات الملتقى السنوي الثالثة للهيئة العامة لرعاية الصحية وذلك تحت شعار نبني حضارة طبية في الجمهورية الجديدة ثلاث سنوات تأمين وذلك بمعبد الكرنك في الأقصر يأتي ذلك بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على تدشين الرئيس السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل رسميا من محافظة بورسعيد في السادس والعشرين من نوفمبر من عام 2019 على هامش فعاليات الملتقى تم تنظيم ورش عمل ومحاضرات تدريبية لمقدمي الخدمة الصحية من أطباء الرعاية الصحية الأولية وأطباء الأورام والصيادلة والتمريد حيث تم تدريب أكثر من ألف شخص من التواقم الطبية أونلاين عبر الإنترنت لمدة شهر كامل والتعرف على أحدث ما توصل إليه العلم والابتكارات في مجال الرعاية الصحية بحث البرلمان العربي في جلسته العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التي استمرت على مدار اليومين الماضيين يأتي ذلك في إطار متابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري والسعي الحتيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي ووضع إطار للدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا والليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال في هذا التقرير العديد من الفقرات والبنود التي تم التداول بشأنها وعمل كل أعضاء البرلمان جاهدين لتجويد محتوى هذا القرار والبنود الداخلة فيه وتوصلنا إلى تفاهمات عديدة لتقديم مشروع قرار يليق بحرصنا واهتمامنا بالقضية الفلسطينية ويؤكد على دور البرلمان العربي في خدمة الدول العربية والشعوب العربية كافة مثل ما تعرف اليوم أن جميع اللجان عرضت تقاريرها في جلسة البرلمان العربي ومنها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تطرقت لكثير من القضايا منها قضية الابتزاز الإلكتروني منها قضية الدعم الطفل على المستوى العربي النقاش حيوي وجميل وملفت ويؤدي بشكل أو باخر إلى دينامية مختلفة في عمل البرلمان العربي لأن من المؤمنين أن الاختلاف يولد التطور بيد أن فلسطين هي في وجدان أبناء الأمة العربية وفي وجدان أبناء الأمة العربية جميعا ويمحط اهتمام كل رؤساء وملوك وأمراء العالم العربي ناقشت اللجنة الحالة الاقتصادية للدول العربية لعام 2021 بما يمهد لبناء خارطة طريق الارتقاء للحالة الاقتصادية في الوطن العربي إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلنت السلطات الأوكرانية إعادة ربط المحطات النووية في البلاد لاستعادة إمدادات الكهرباء التي انقطعت بسبب القصف أوضحت شركة الكهرباء في أوكرانيا أن العجز في الطاقة الكهربائية قد وصل إلى 30% مطالبة الأوكرانيين بترشيد استهلاكهم بعد ظلام دامس عم أرجاء واسعة من أوكرانيا أعادت السلطات الأوكرانية إمدادات الكهرباء تدريجيا إلى ملايين الأشخاص الذين عاشوا ساعات طوالا دون كهرباء جراء القصف السلطات الأوكرانية تمكنت من إعادة ربط المحطات النووية الأربع في البلاد وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية يوكر نيرجو إن العجز في الطاقة الكهربائية وصل إلى نسبة 30% مما استلزم مطالبة الأوكرانيين بترشيد استهلاكهم كما أوضحت أن استعادة نظام الطاقة مستمرة على مراحل وأن طواقم الإصلاح تعمل على مدار الساعة وانطلاقا من أهمية قضية توفير مصادر الطاقة في أوكرانيا تفقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي أحد مراكز الطوارئ التي تم إنشاؤها في أحدى البلدات في شمال العاصمة كييف بهدف توفير التدفئة والاتصالات اللاسلكية والمياه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورها أعلنت أن المحطة النوعية الثلاث في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا تمت إعادة توصيلها بشبكة الكهرباء قبل عودة المحطة الرابعة في زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا للعمل وبينما تؤكد روسيا أن هجماتها تستهدف البنية التحتية الأساسية ذات الطابع العسكري وأن كييف قادرة على إنهاء مواصفته بمعاناة الشعب الأوكراني إذا ما استجابت للمطالب الروسية تواصل أوكرانيا التأكيد على أن الهجمات الروسية تتهدف إلى مفاقمة معاناة المدنيين وتمثل جريمة حرب أعلن كيرالا تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني عودة الكهرباء إلى العمل في مدينة خيرسون وأوضح تيموشينكو أن السلطات الأوكرانية ستعمل على إمداد البنية التحتية الحارجة للمدينة أولا بالكهرباء قبل إمداد المستهلكين في المنازل بالكهرباء وذلك في أعقاب تراجع القوات الروسية في المنطقة أعلنت أوكرانيا مقاطعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب عدم قدرتها على استبعاد أو تعليق صلاحيات روسيا قال رئيس وفد البرلمان الأوكراني إلى الجمع البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال اجتماع للجمعية في وارسو إن اللجنة قد فشلت في اتخاذ قرار بشأن مصير الروس في هذه المنظمة الدولية مؤكدا أن أوكرانيا لن تعود للمشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلا بعد اتخاذ قرار بشأن مصير روسيا أكدت المخابرات العسكرية البريطانية أن روسيا تعمل على إزالة رؤوس نووية من صواريخ كروز نووية متقدمة وذلك قبل إطلاقها على أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن صورا أظهرت حطام صاروخ كروز تم إطلاقه من الجو على أوكرانيا يبدو أنه كان مصمما في الثمانينيات من القرن الماضي كنظام قصف نووي وأضافت أنه يجري على الأرجح وضع ثقل مكان الرؤوس الحربية مشيرا إلى أنه مثل هذه التصرفات الروسية توضح المستوى نفاذ مخزوناتها من الصواريخ طويلة المدى وذلك بحسب الدفاع البريطانية قال الرئيس البولندي أندرييد دودا أن دول حلف شمال الأطلنطي قد توافق على إرسال أنظمة صواريخ باتريوت أرض جو إلى أوكرانيا ولكن بدون أطقم من الناتو أضاف دودا أنه من الجيد أن تكون بطاريات باتريوت بعيدة عن الحدود البولندية لأنها ستحمي حينئذ أراضي بولندا ومواطنيها وجزءا من أوكرانيا مشيرا إلى أنه في حال عدم موافقة ألمانيا على نشر الصواريخ بالقرب من أوكرانيا فسيتعين وقتها أن توضع هذه الأنظمة الدفاعية في بولندا أكد البنك المركزي الأوروبي أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كورونا والأزمة في أوكرانيا هذا ويخشى المركزي الأوروبي الدخول في دوامة زيادة مرتبطة بالأجور ما قد يتسبب بفشل توقعاته بعودة التضخم تدريجيا إلى الهدف الذي حدده بنسبة 2% في ظل تفاقم أزمة الاقتصاد العالمي ظهرت تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي من زيادة الأجور حيث رأى رئيس قسم الاقتصاد في البنك أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كورونا والأزمة في أوكرانيا البنك المركزي الأوروبي أكد أن زيادة الأجور ستكون المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة وأنه مع تخط التضخم عطبة 10% خلال الخريف في منطقة اليورو يخشى المركزي الأوروبي الدخول في دوامة زيادة في التضخم مرتبطة بالأجور مشيرا إلى أن الأسعار قد تتسبب بفشل توقعاته بعودة التضخم تدريجيا إلى الهدف الذي حدده بنسبة 2% المركزي الأوروبي أشار إلى ألمانيا كمثال حيث حصل حوالي 4 ملايين موظف في القطاع الصناعي المتعلق بالإلكترونيات والتعدين على زيادة في الأجور بنسبة 8.5% خلال عامين البنك المركزي الأوروبي أوضح أن هذه الزيادات أعلى من المستوى الاعتيادية لكنها تعكس بجزء كبير منها آلية التعويض عاقبا خفاض الأجور الفعلية المسجل منذ منتصف عام 2021 حين أدت زيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى ارتفاع حد في التضخم في العالم وتراجع في القدرة الشرائية أكدت مؤسسة سيلز فورس الأمريكية المعنية بتعقب المبيعات عبر الإنترنت استجابة التجار الكبيرة للزبائن من خلال تقديم عروض أكثر جاذبية عبر الإنترنت وذلك بعد تقديم خصومات باهتة في الغالب في وقت سابق من الموسم هذا وقد أكدت وكالة أسوشيتد براس أن الكثير من المواطنين قد أصبحوا أكثر انتقائية ويحجمون عن الإنفاق حال عدم وصوح حصولهم على تخفيضات كبيرة المزيد في سياق هذا التقرير تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة ما يتسبب في ارتفاعات بأسعار المواد الغذائية والإيجارات والبنزين والضروريات الأخرى التي هيمنت على العروض التجارية داخل الأسواق والمتاجر الكبرى في شهر نوفمبر الجاري وبينما يبحث المتسوقون الأمريكيون عن أفضل العروض في المتاجر وعبر مواقع الإنترنت المختلفة يقدم تجار التجزئة خصومات جديدة لإغراء المستهلكين المتحمسين لبدء شراء هدايا العطلات غير أن التضخم ما زال هو المهيمن على الأمر وكالة السوش تي بريس أكدت أن الكثير من المواطنين أصبحوا أكثر انتقائية ويحجمون عن الإنفاق حال عدم حصولهم على تخفضات كبيرة بينما يفضل البعض اللجوء أكثر إلى المدخرات أو التحول إلى خدمات الشراء الفورية مع الدفع في وقت لاحق والتي تسمح بالدفع على أقساط أو تشغيل بطاقات الاعتمال الخاصة بهم في وقت قرر الاحتياطي الفيدرالي فيه رفع أسعار الفائدة لتهدئة ركود الاقتصاد الأمريكي مؤسسة السيلز فورس الأمريكية المعنية بتعقب المبيعات عبر الإنترنت أشارت إلى استجابة التجار الكبير للزبائل من خلال تقديم عروض أكثر جاذبية عبر الإنترنت بعد تقديم خصومات باهتة في الغالب في وقت سابق من الموسمة كما لفتت إلى بلوغ متوسط معدل الخصم في الولايات المتحدة على جميع السلع عبر الإنترنت نسبة 31% خلال عطلة عيد الشكر ارتفاعا من 27% في العام السابق قال مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية أن الوزارة تعتزم الاجتماع مع نقابة سائقي الشاحنات المضربين الاثنين لإجراء مفاوضات وأوضحت وزارة النقل الكورية الجنوبية أن نحو 5400 شخص شاركوا في الإضراب سعيا وراء تحسين الأجور وظروف العمل بما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد في عاشر أكبر اقتصاد في العالم يأتي ذلك في وقت حذر فيه رئيس كوريا الجنوبية يونسوك يول من أن الحكومة ستنظر في خيارات متعددة مثل إصدار أمر بإنهاء الإضراب أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية حظر بيع معدات شركتي هواوي تكنولوجي وزيتي آي الصينيتين ذكرت اللجنة أن هذه القواعد الجديدة هي جزء مهم من إجراءات واشنطن لحماية الأمريكيين من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات الأمريكية مثل هذه الخطوة لأسباب أمنية في المقابل ردت شركة هكفيكن بالقول أن منتجاتها لا تشكل أي تهديد أمني للولايات المتحدة ورأت أن هذا القرار لن يفعل شيئا لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة ولكنه سيتسبب بضرر أكبر له وتكلفة أكبر للشركات الصغيرة الأمريكية والسلطات المحلية والمناطق التعليمية والمستهلكين الأفراد لحماية أنفسهم توصل الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع استثنائي ببروكسل من التوصل لاتفاق بشأن قضية أزمة اللاجئين جاء ذلك في محاولة لرأب الصدع في العلاقات بين فرنسا وإيطاليا بسبب رفض إيطاليا استقبال سفينة المهاجرين أوشان فايكنج التابعة لمنظمة SOS واستقبلتها فرنسا مخاوف كبيرة تتحرك تحت مظلة الاتحاد الأوروبي وتطفو على السطح من وقت لآخر ولسيما بعد خروج بريطاني وجاءت أزمة السفينة أوشين فايكنج الإنسانية التابعة للمنظمة غير الحكومية SOS متوسط التي تقل 234 مهاجرا والتي رفضت روم استقبالها واستقبلتها فرنسا جاءت لتؤجج الخلافة بين الدولتين وتطرح أسئلة خطيرة حول تفاكك الاتحاد الأوروبي وبعد أسبوعين على الأزمة الفرنسية الإيطالية وافق وزراء الداخلية الأوروبيون في اجتماعهم في بروكسل على خطة عمل تشمل التنسيق سعيا منهم إلى عدم تكرار هذا الوضع واشتعت المساجلات قبل الوصول الاتفاق في بروكسل حيث كرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الحديث ولدى وصوله إلى الاجتماع بأن بلاده لن تستقبل طالب اللقوح الذين يصلون إلى إيطاليا ما دامت روما لا تحترم قانون البحار وعلى الرغم من أن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية التي تتبنى موقفا صارما تجاه المهاجرين جورجيا ميلوني شكر فرنسا التي وافقت على حد قولها على استقبال السفينة في أحد موانيها إلا أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفيه فيران دعا روما إلى أن تقوم بدورها وتحترم التزاماتها الأوروبية وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريت شيناس أن طريقة التعامل مع أزمة سفينة أوشين فايكينغ كانت نوعا من الارتجال ووصف الاجتماع بالإيجابي مضيفا لدينا عشرون إجراءا محددا ولدينا اتفاق سياسي مهم الجميع ملتزم بالعمل على عدم إعادة تكرار هذا النوع من المواقف لكنه أقر بأن هذا ليس الحل النهائي داعيا الدول الأعضاء إلى الدفع قدما بالمفاوضات المتعلقة بالإصلاحات في ملف الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي والمتعثرة منذ أكثر من عامين أكد رئيس الكازاخستاني المنتخب قاسم جومار توكاييف أن العلاقات مع روسيا والصين تمثل أولوية لبلاده جاء ذلك بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد وكانت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان قد أعلنت فوز توكاييف بالانتخابات الرئاسية وبحصوله على 31.81.31% من الأصوات أقر الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في طيوان بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية العاصمة طيبي وقدم مرشحه تشين تشي تشونغ التهنئة لمنافسه وين تشينغ من حزب كومين تانج المعارض وكانت مراكز الاقتلاع قد أغلقت أبوابها في طيوان في انتخابات محلية صورتها الرئيسة تساي إنج وين على أنها رسالة إلى العالم بشأن تصميم الجزيرة على الدفاع عن ديمقراطيتها في مواجهة تصاعد سلوك الصين العدائي وقالت ساي لأنصرها إن طيوان تواجه ضغوطا خارجية شديدة توسع الاستبداد الصيني الذي يتحدى شعب طيوان كل يوم لالتزام بجوهر الحرية والديمقراطية وصل وفد يمثل حكومة رئيس الفنزولي نيكولاس سامادورو إلى العاصمة المكسيكية مكسكو سيتي وذلك لتوقيع اتفاقية اجتماعية مع خصوم سياسيين بعد توقف المحادثات بين الجانبين منذ أكثر من عام تستانف المفاوضات بوساطة من النرويج بعد اجتماعات غير رسمية على مدى أشهر حيث تهدف إلى كسر الجموذ بين الحكومة الفنزولية والمعارضين السياسيين وصل نزوح جمعين لمواطني البلاد على مدى العقد الماضي فرارا من الأحوال الاقتصادية المتردية أعلن وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني مصرع ثمانية أشخاص بسبب انهيار أرضي نجم عن هطول غزير للأمطار في جزيرة إسكيا السياحية الإيطالية وتسبب بابتلاع عدد من المباني وضف سالفيني إن فرق الإنقاذ تواصل عملها في ظل ظروف صعبة اتذلك فيما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن الشرطة المحلية قولها إن ثلاثة عشر شخصاً صاروا في عدد المفقودين في بلدة كاسم تشولا بالجزيرة أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عن تسجيل البلاد خمسة وثلاثين ألفاً ومائة وثلاث وثمانين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة مسجلة بذلك ارتفاعاً جديداً لليوم الثالث على التوالي سجلت الصين اثنين وثلاثين ألفاً وتسعمائة وثلاثاً وأربعين إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق من بينها ثلاثة ألاف ومائة وثلاث حالات إصابة مصحوبة بأعراض وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعون بلا أعراض فيما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند خمسة ألاف ومائتين واثنتين وثلاثين حالة وفاة اندلعت احتجاجات نادرة من نوعها في أقليم تشينجيانج وذلك في غرب الصين وهتفة الحشود في وجه حراس يرتدون ملابس واقية جاء ذلك بعدما أثار حريق كبير موجة من الغضب بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا وتفرض الصين على إقليم تشينجيانج الشاسع واحداً من أطول الإغلاقات في البلاد ومنعت الكثير من سكان أوروميتشي البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة منعتهم من مغادرة منازلهم لمدة تصل إلى مائة يوم وفادت المدينة بظهور مائة إصابة جديدة يومياً على مدار اليومين الماضيين ذكرت جماعة جونس هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 641 مليون و60 808 إصابات أفدت الجامعة في أحدث إحصائية بأن إجمالية الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم قد ارتفع إلى 6 ملايين و629 814 وفاة أوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكثر أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 98.5 مليون إصابة في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بأكثر من 35 مليون وإلى حياة كريمة حيث عقدت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون المشترك مع المجلس الأعلى للجامعات من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية في قرى محافظات حياة كريمة وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يأتي بروتوكول التعاون من أجل التنصيق والتعاون المشترك وتكامل الجهود المبذولة بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات مع كافة الشركاء بهدف تنفيذ المبادرات الخاصة في المجال الصحي لتحسين جودة حياة المواطنين بما يحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة انطلقت بقرية أوليلا بمركز زاميت غمر في محافظة الدقاهلية قافلة ستر وعافية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتعتبر قافلة ستر وعافية هي أول قافلة شاملة للتحالف الوطني الهدف منها رفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من جانبها أوضحت رئيس قطاع المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة سيمون ناصر أوضحت أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق بأبحاث ميدانية بتعاون مع مديرية تضامن الاجتماعي بالدقاهلية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية الخدمات المتكاملة المتكاملة اللي بننزل بيها لكل القرى والمراكز لخدمة أهلينا سواء في الجانب الطبي أو الجانب تقديم المساعدات الغذائية سواء من خلال منافذ أو من خلال ترق الأبواب عندنا جانب توعاوي خاص بالأطفال النهاردة من خلال صناع الحياة وعندنا معرض للملابس من خلال صناع الحياة ورسالة مشاركين فيه دورنا أن ننظم سير العمل داخل القافلة مع باقي المؤسسات علشان نقدر أن نخلي المتطوعين دول يقدروا يشاركوا مع المستفدين نساعدوا المستفدين وأنه يتعلموا أنشطها مختلفة على اختلاف أعمارهم الموجودة داخل القافلة دفنا أن نحن نوحد القوة بتاعة التحالب كلها كل المؤسسات بنيتحد مع بعض أن نحن نوصل الخدمة لأهلينا في القرى الأكثر فكرا في المحافظات التي تبع لنا تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى شركة حلوان لمحركات الديزل مصنع 909 الحربي وحدة شبرى والتبع لوزارة الإنتاج الحربي ووضح الوزير أن شركة حلوان لمحركات الديزل تعمل على إنتاج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدة توليد الكهرباء بجودة عالية وبأسعار المنافسة وشدد الوزير على ضرورة استغلال الطاقات المتاحة بخطوط الإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج من محركات الديزل والتأكد من إجراء عمليات الصيانة الدورية لعربات المسارح المتنقلة كما أكد ضرورة مواصلة تحقيق التكامل بين مختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي مؤكدا حرصه على متابعة الموقف التنفيذي الخاص بمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها اهتمام غير مسبوق بالحرف اليدوية تشهده الدولة المصرية في السنوات الأخيرة توفر هذه الحرف التراثية فرص عمل للشباب وتساعد على تمكينهم اقتصاديا ما دفع بالدولة لتشجيع إنشاء المعارض بجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة مطروح جهود حثيثة تبزلها الدولة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية حيث تحرس الدولة على النهوض بهذه الصناعة التي تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة وفي محافظة مطروح افتتح المحافظ خالد شعيب معرض الصناعات الحرفية والتراثية بواحة سيوة وذلك في مركز الصناعات الحرفية بسيوة حيث يأتي المعرض تحت رعاية محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية من خلال مشروع أياد مصرية نهندر متفقد المعرض المنتجات ومعرض التراث والحرف اليدوية من خلال مركز تراثيب الحرف اليدوية والتراث في سيوة مشجع ابنائنا وبناتنا ومنتجاتهم من نهندر حق خطر واحد سعيد من المنتجات التي عملها الشباب والبنات ويضم المعرض عددا من المشغولات اليدوية لعدد من العارضين من جميع محافظات الجمهورية من أجل الحفاظ على البيئة وتشجيع الشباب ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم معانا ناس مشاركة من محافظات تانية وده دعم للسياحة بنشكرهم جدا على اهتمامهم بالهند ميد ومجال الهند ميد معانا النهاردة بشارك في المهرجان في سيوة دعم السياحة في سيوة ويأتي معرض الصناعات الحرفية والتراثية بواحة سيوة ليجسد اهتمام الدولة بهذه الصناعات مما يزيد من حجم الاستثمارات الاجنبية الى الدولة المصرية فضلا عن فتح اسواق تصديرية للخارج تتواصل في القاهرة فعاليات مهرجان عسل النحل المصري الخامس والذي انطلق بمشاركة عشرات من الشركات المصرية والعديد من النحالين من مختلف الدول العربية المهرجان ينظم اتحاد النحالين العرب بالتعاون مع وزارة الزراعة ضمن حزمة من المهرجانات للتوعية باهمية مشروعات تربية النحل وانتاج العسل في خدمة الاقتصاد القومي وتحسين اوضاع النحالين لخدمة الصناعة تحت شعار النحال سفير الخير انطلقت النسخة القامسة لمهرجان العسل المصري في الفترة من الرابع والعشرين الى الثامن والعشرين من نوفمبر في حديقة اوزوريز بمركز المؤتمرات بمدينة نصر بهدف تطوير صناعة تربية النحل وفتح افاق جديدة لتسويق منتجات العسل في مصر والوطن العربي والارتقاء بمستوى صناعة العسل المصرية مهرجان العسل حقا نجاحات سابقة في اربع دورات متتالية في القاهرة والاسكندرية بدأ يطور النحال الحمد لله زي ما حضراتكم شايفين وتجولتوا في المهرجان النهاردة ان فيه تطوير كبير جدا فيه التعبئة والتغليف والجودة بقى فيه نشاط كبير اوي في قطاع تربية نحل العسل في السنوات الاخيرة الدولة واهتمام الدولة بقطاع تربية نحل العسل وزارة الزراعة وقسم بحوث النحل واللي يقدموا من خدمات جليلة لجموع النحالين في مصر والوطن العربي مثل هذه المهرجانات بتضع مصر على خريطة الدول التي تهتم بتربية النحل وتجعلها في المقدمة ومصر دلوقتي يعني بتتميز بانها وصلت لدور كبير في تطور تربية نحل العسل بمصر والوطن العربي احنا بنعتبر الدولة الاولى على مستوى العالم في تصدير ترود النحل الحي يعد المهرجان فرصة وعدة للنحالين والشركاء الاستراتيجيين والعارضين للقاء والتفاعل معا ومع جمهور المهرجان والتعريف والترويج باهمية قطاع نحل العسل للاقتصاد المصري بالاضافة لتعريف المهرجان كوجهة سياحية وتجارية وعلمية وترفيهية لجميع المهتمين بنحل العسل حول العالم المهرجان هنا النهاردة فيه 44 شركة مشتركة والمهرجان نقطة وصل ما بين السوق ومستهلك وما بين النحال وبتقرب المسافات يعني بتقرب المسافات بيخلي كل مستهلك يتعرف على نوع العسل اللي ناسبه ونوع العسل وسعره ومنتجه وبتقرب المنتج للمستهلك المشاركة عن السنة دي في المهرجان كويسة جدا بطرق التغليف جميلة جدا 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 مشاركة واسعة وجميلة جدا وإحنا حضرتك من السفات إن النحالين بتتعرف على بعضها بتاع السعيد بتاع البحيرة كله بتتعرف بعضه تمام أدي أول حاجة حاجة تانية إن الناس بتتعرف ما هي أنواع العسل تمام وما هي خواص العسل تمام في حاجات كتير جدا السنة دي موجودة يعني أحسن من أي سنة فاتت النسخة الأولى من المهرجان انطلقت عام 2019 تحت إشراف اتحاد النحالين العرب حيث تعد مصر رائدة في إنتاج النحل على مستوى العالم لما لها من مقاومات لهذه الصناعة فيمتاز النحل المصري بالجودة العالية ويتميز النحال المصري بأنه قادر على المنافسة واحتلال مركز متقدم بين نحالين العالم لقدرات على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه تربية النحل مشروعات تربية النحل تعد من المشروعات الناجحة لدرواد الأعمال من النحالين في مختلف محافظات الجمهورية وإقامة مثل هذه المهرجانات تعد فرصة وعيدة للنحالين المصريين للقاء نظرائهم من مختلف محافظات الجمهورية وأيضاً لقاء نظرائهم من مختلف الدول العربية للاستفادة من الخبرات المختلفة في مجال صناعة عسل النحل أحمد الحسيني التلفزيون المصري فنان من الطراز الأول نجح في الاستحواذ على إعجاب المشاهدين برغم تمييزه بأدوار الشر خفيفة الضل وخلدته ذاكرة المشاهد عن طريق حفظ عباراته المميزة التي ما زالت تتردد حتى يومنا هذا إنه الفنان الراحل توفيق الدقن الذي يوافق اليوم السادس والعشرين من نوفمبر ذكرى رحيله عن عالمنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومنها إلى جميع أقطار الوطن العربي بصوتها الجميل وخفة ظلها المعهودة إنها الفنانة الراحلة صباح التي يوافق اليوم ذكرى وفاتها في السادس والعشرين من نوفمبر الفين واربعة عشر اشتركوا في القناة ومن أخبارنا الرياضية فاز المنتخب الأسترالي على نظيره التونسي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على الساد الجنوب في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم سجل ميتشل دوك هدف الفوز الأسترالي مهديا بلاده النقاط الثلاث فيما تجمد رصيد المنتخب التونسي عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعنوي تمهيدا للانطلاق الفعلي للحوار الوطني مجلس أمناء الحوار يستعرض اليوم أجندة محاوره الثلاثة لتحديد أولوية المناقشات الحكومة تنفي شائعة إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية كييفا تعلن إعادة ربط المحطات النووية واستعادة إمدادات الكهرباء وموسكو تؤكد أن هجماتها تستهدف البنية التحتية العسكرية وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة